التقى رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر أمس رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الفلسطينية حمزة حملاوي وذلك على هامش مشاركة رئيس الرابطة في أعمال المؤتمر الثاني لحركة البناء الوطني الجزائرية وفي اللقاء ناقشت طرفان مسجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخططات التهويد في مدينة القدس المحتلة بالإضافة إلى جراءات عقد مؤتمر رابطة السنوي في الجزائر بالتعاون مع البرلمان الجزائري وجدد الشيخ حميد الأحمر التأكيد على ضرورة التصدي لمخططات الاحتلال الآثمة لتهويد القدس الشريف والمسجد الأقصى وأشار إلى أهمية دور الجمهورية الجزائرية حكومة وبرلمانا وشعبا في التصدي لتغول الاحتلال ضد المقدسات العربية والإسلامية في القدس والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وشدد على محورية دور الجزائر في دعم الجهود البرلمانية التي تقودها الرابطة وإسنادها في المحافل البرلمانية الإقليمية والعالمية اشتركوا في القناة